استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا في قصر الصفرية مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى خلال لقائه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى تشرف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة والعقيد الركن محمد بن عبداللطيف جلال نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى بإهداء جلالة الملك المفدى كتابا من أعداد الاتحاد البحريني لألعاب القوى بعنوان خالد بن حمد والقوى البحرينية والذي يوثق إنجازات سمو الشيخ خالد بن حمد من عام 2012 إلى عام 2016 وكذلك جميع الإنجازات والميدياليات التي أحرزها لاعب مملكة البحرين في مختلف اللقاءات والبطولات والمحافل الإقليمية والعربية والدولية وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة حفظه الله بالجهر الطيب الذي بذل في أعداد هذا الكتاب القيم الذي يوثق مرحلة مهمة من تاريخ رياضة ألعاب القوى البحرينية والإنجازات المتعددة التي حققها أبناء مملكة البحرين في مختلف المشاركات الخارجية كما أثنى جلالته على الإنجازات المشرفة والمتواصلة التي يحققها سمو الشيخ خالد تعزيزا لمكانة مملكة البحرين ودورها الفاعل في الأوساط الرياضية الإقليمية والعالمية معربا عن تقديره للجهود الموفقة لسموه ومتابعته المستمرة التي قادت إلى حصد البطولات وتحقيق المراكز المتقدمة في مختلف الاستحقاقات والمنافسات القرية والعالمية مقدرا جلالته كذلك دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودور الاتحاد البحريني لألعاب القوى برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد وسعيه إلى تهيئة أفضل السبل والإمكانات أمام اللاعبين ووضع الخطط والبرامج بهدف تطوير رياضة ألعاب القوى البحرينية والارتقاء بها حتى وصلت إلى العالمية مشيدا جلالة الملك المفدى بالنتائج المتميزة غير المسبوقة التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى التي عكست ما وصلت إليه هذه الرياضة في البحرين من مستويات متطورة ومكانة مرموقة على صعيد الإقليمي والقري والعالمي وما تزخر به من مواهب طيبة قادرة على المنافسة والتفوق وأكد جلالته الحرص المستمرة على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع لشبابنا الرياضي في كافة الألعاب ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة لأعلاء شأن الوطني وتعزيز مكانته الرفيعة متمنيا للجميع دوام التوفيق ومواصلة طريق النجاح والإنجاز من جنيبه يعرب سمو الشيخ خالد من حمد على ما يقدمه جلالته وأيده الله من دعم للحركة الرياضية وما يوليه جلالته من رعاية لرياضة ألعاب القوى والتي بلغت مكانة مرموقة خلال الأعوام الأربعة الماضية بفضل الإنجازات القرية والعالمية والأولمبية التاريخية التي حققها أبطال وبطلات مملكة البحرين في كافة المحافل الخارجية وأكد سمو الشيخ خالد من حمد أن لقاء جلالة الملك يمثل وسام فخر واعتزاز لكل مواطن وكل رياضي على وجه الخصوص لما يوليه جلالته من دعم ورعاية فائقة للقطاع الرياضي مضيفا سموه سنظل دائما وأبدا نستمد قوتنا وتميزنا من توجيه جلالة الملك المفد السديدة وسنظل مدينين لجلالته بما ينعم به علينا من رعاية ودعم وتشجيع ومتابعة ونعاهد جلالته بأننا سنمضي في نفس الطريق بكل عزم وإصرار من أجل الحفاظ على كل مكتسباتنا الرياضية بل وإلى تحقيق المزيد لأننا نتطلع دائما إلى القمة وأضاف سموه بأن لقاء جلالة الملك يعتبر تشريفا لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى وكافة أسرة ألعاب القوى مؤكدا بأن مؤازرة ودعم جلالته يعتبر تشريفا لمجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى وكافة أسرة ألعاب القوى مؤكدا بأن مؤازرة ودعم جلالته كان أساس الإنجازات والانتصارات التي حققها أبطال وبطلات ألعاب القوى بعدما فرضت مملكة البحرين نفسها على ساحة ألعاب القوى العالمية وسجلت اسمها بأحرف من ذهب بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة أولمبياد ريو 2016 والتي استطاعت أن تحقق فيها إنجازا تاريخيا غير مسبوق بحصولها على الميدالية الذهبية والفضية التي جعلتها في المرتبة الأولى عربيا كما أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن الاتحاد البحريني لألعاب القوى عاش حقبة ذهبية لامعة تستحق أن توثق لتكون بمثابة مرجع لجميع الأجيال اللاحقة من الأبطال مشيرا سموه إلى أهمية التوثيق في حفظ عطاء الأبطال ليشكل مصدر إلهام لللاعبين الواعدين في المستقبل